اشتركوا في القناة والمشاهدين الكرام وشكرا لكم على هذا اللقاء يا حلفيك بخالد وجودك معنا للمرة الثانية تنور قناتك وبرنامج بسيان نشوف معك هذا التغرير ونرجع نواصل في حديثنا موسيقى 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 أبوى الإعلام الرسمي في دولة الكويد بموقع متميز بين دول الخليج والوطن العربي بشكل عام حتى أطلق على تلك الفترة بالعصر الذهبي للإعلام الكويتي كان لتميز الإعلام الكويتي في الوسط العربي وجود نجوم إعلامية تلالأت في أفق الإعلام العربي ومن بين تلك الكوادر الوطنية الإعلامي والمذيع القدير أفريح لأنزي الذي بدأ مشهاره في العام الثلاثة وثمانين واستطاع مع زملائه في قطاع الأخبار أن ينقل الإعلام الكويتي إلى رحاب التميز والإبداع فمن منه ينسى صوت المذيع القدير فريح لأنزي إبان الغزو العراقي القاشم على دولة الكويد يصدح بصوته من أجل الكويد ويكرر النداءات الواحدة تلو الأخرى هنا الكويت هنا الكويت الكويت تناديكم عبر أثير إذاعة دولة الكويد في الدمام بالمملكة العربية السعودية اليوم وبعد ذلك التاريخ الطويل يفاجئ الإعلامي والمذيع القدير فريح لأنزي بإيقافه عن العمل في تلفزيون وإذاعة دولة الكويد في ظروفهم قامضة البعض يقول أنها جاءت بسبب تغريداته التي تعبر عن رأيه الشخصي وأعتبرته وزارة الإعلام مخالفة صريحة للسياسة الإعلام الرسمي المذيع القدير فريح لأنزي يبين لنا الأسباب ويكشف لنا الحقائق ويتحدث عن مشواره الإعلامي كما يتحدث أن الإعلام في دولة الكويد منذ تلك الفترة إلى اليوم يهلا فيكم ومع ضيفنا المذيع والإعلامي الغدير فريح لأنزي يهلا فيك بوخالد مرة ثانية هيا إن شاء الله أختمي المشكرين على هذا اللقاء وأنا سعيد جدا أني ألتقي مع المشاهدين الكرام وأنتحدث حول الكثير من هموم الإعلامية وتكون وسيلة هذا التلاقي وهذا التصالب بين نبن الجمهور هي قناة اليوم العزيزة على قلوبنا إن شاء الله أبو خالد ودنا تطلعنا على الإجراء التي تخذتها وزارة الإعلام أكيد في حقك قبل أن أتحدث عن الإجراء طبعا أنا عملت في بداية حياتي بالإعلام من عام 1983 كمتدرب في الإذاعة ومن ثم في 1985 انتقلت إلى تلفزيون دولة الكويت بعد فترة طويلة من العمل قدمت قاعدي وتعاونت مع وزارة الإعلام في كثير من الناس يخلط طبعا أن العملية عملية التعاون يعني مو مهم هو قاعد يأخذ راتب الأساس صحيح أنا أخذ راتب الأساسي من قبل التأمينات الاجتماعية ككويتي متقاعد لكن طبيعة الإعلام مو بسبب الكويت حتى عندكم مني في قناتكم في قنوات الخاصة في قنوات الإعلامية كثيرة غالبية المتعاملين مع الإعلام هم متعاونين من برة ولهم أعمال أعمالهم وهم أساتهم يشغلون فيها ويعملون أيضا بهذا التعاون على طريقة التعاقد لكن هنا مشكلتنا بالكويت وخاصة مع الكويتين هنا أشدد خاصة مع الكويتين في وزارة الإعلام أنت تعاون كلام أنا طريقة أنا طريقة أنك تتعاون معي أنا بكيفي يعني ممكن تقعد معي شهر ممكن تقعد معي شهرين ممكن تقعد معي ما في عقد وعقد شريعة المتعاقدين ما في عقد حاليا مثلا في كثير من أيضا الجمهور وخاصة الأخوان المحامين وأنا حقيقة من خلال أيضا هذا القناة أشكر كل واحد تبنى قضيتي سواء من الجمهور من المغردين من أعظام مجلس الأمة من الفعاليات الإعلامية والسياسية والصحفية وأيضا من المحامين اللي يتبرعوا إن إذا فيه هناك أي قضية نحن نعمل بتعاون تليفوني أنا أسميه نعم ومو اليوم أنا متعاون معهم من تسعة أو عشر سنين هناك أيضا زملاء معاي من عشرين ومن ثلاثين سنة هناك الصحفية هناك اللي يعمل في قطاع معين غالبية الناس وهذا طبيعة الإعلام في كل وسائل الإعلام في العالم قليل اللي هم ملتزمين في القطاع اللي يشتغلون فيه لهم قطاعاتهم الأخرى وعملهم ويأخذون غالبية ويأخذون هذا التعامل أو هذا العمل من طلب أنه هوية لكن الغريب في الأمر أنك أنت تتعاون بتليفون وتوقف بتليفون كنا من سنين مو من اليوم المسؤولين اليوم هي من سنين وكنا نقول طيب أنت تريد التعاون معاي اعمل معاي عقد ليش أنت تعمل مع الكل صحيح وإحنا ما تعمل معنا عقود هذه أيضا أنا تفيدني قضية التعاون حتى نشرحها للناس هو الإعلام في كل مكان غالبية العاملين في هم متعاونين وليسوا أساسيين وإنتم تعرفون بعد الشيء طب أثناء تصفحك يعني قروب المذيعين في نشرة الأخبار ما لقيت اسمك طبعا أكيد تفاجأت ما حاولت تلجأ في اتصال سواء أو مقابلة الوزير شخصيا أو الوكيل ووكيل الوزارة لا والله أنا ما حاولت لأسباب يعني عندما أكون هذه الخدمة الطويلة في الإعلام وعمري وغالبية العاملين في الإعلام الآن أنا أعتبرهم أخواني صغار ومثابة أبنائي أي بعضهم فطريقة التعامل أنا موزعلان على أني أنا أتوقف أبدا يعني أنا موزعلان موزضايق أول شيء أنا الحمد لله بخير وعندي راتبي وما أنا محتاج حتى الناس اللي قاعد يقولون والله هذه قطع الرزق لا أنا ما أعتبرها قطع الرزق 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 أولا الحمد لله من الله سبحانه وتعالى وهذه ما هي إلا هواي أنا أمارسها لو أنا أبي القضية قضية أني أنا أرفع من مستويه المعيشي والمادي هناك الكثير حقيقة من الأروض وممكن يكون من بعض هذه القانوات قناتكم التي أنا اليوم ضيف فيها هناك الكثير من القانوات التي قدمت أروض سواء في الكويت أو خارج الكويت ويطوني من المادة أكثر ثلاثة إلى أربع مرات مما أخذه في الإعلان شاء الله لكن أنا أخذت أني أنا في هذا العمر القطاع الخاص يحتاج منك عمل كثير صحيح وأنا ما عندي قدرة أني أنا أعمل هذا العمل كثير بعد هذا العمر وكلنا قاعد نقول حين الجيل الأولي نقول يا ليت هذه القانوات كانت جاية أيام بداية شبابنا صحيح لنعمل معها لكن اليوم أنا أحتاج إلى أني أنا أرتاح أحتاج إلى أني أنا أهتم في عسرتي وأولادي والشغلة الثانية تربيت في وزارة الإعلام ما بين الإذاعة والتلفزيون وهو حزب خاطرك بخالد يعني تقديراً لمكانتك وما أعطيت أكيد لوزارة الإعلام لأول هذه السنوات مو بساطة أني أترك وزارة الإعلام بيتي لأنا ربيت فيه أنا تربيت في الإعلام وشوفت زملائي الإعلام أكثر ما أشوف أهلي بعيالي أكيد والشغلة الثانية إن هؤلاء الزملاء سواء اللي أصغر مني أو اللي أكبر مني لي بيني وبينهم من المحبة والتقدير والمودة وأشتغل بالأسبوع هي يومين اللي أعملها ما بين الإذاعة ما بين الإذاعة والتلفزيون حتى لو صار عندي شغل أو عندي سفرة أو عندي ظروف أيضاً بالتلفون ممكن أن تصد أخوي علي ترى والله أنا عندي ظروف طيب طيب وتروح بخالد مو بساطة أني أخسرها في سبيل المادة لو كنت أبي مادة ما أكعد في التلفزيون والإذاعة ولا يوم واحد بخالد إحنا تكلمنا عن القرار ونتائجة بس ما تكلمنا إحنا ما تكلمنا حتى عن القرار عن أسبابه أبي أعرف أسباب هذا القرار ليش يعني مذيع قدير صار لهذا الباع الطويل وهذا التاريخ يوقف بهذه الطريقة يعني يا ليت يا ليت أنت تكون أنا كثير من 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 الأحبة فعاليات معينة ومنهم أعظام جس أمه حاليين وسابقين وكانوا يقولون إحنا أيضا نمون على معالي وزير الإعلام وممكن كلمة وكلهم قلت لهم قلت لهم إذا أنا ماتش فعلي خدمتي نعم وعملي في الإعلام كل الفترة طويلة أنا ما أقبل أن أي إنسان حقيقي يشفعلي أي كان ما احترامي له ما أقبل لكن أقبل أن تسأل نعم وزير الإعلام مثل سؤالك أخي علي حاليا شنو سبب الإيقاف مع العلم وزير الإعلام كان وكتها وكيل الوزارة كان وكيل نعم في وقت صدور القرار لا هذا غير ما كان الوكيل لا أنت وقفت الشنة اللي طافت بعد احتفظت صح؟ نعم بتجيبوني من أول تم إيقافك ما أنا بنفتح الجروح ليش بالأكس؟ لا قال لي راح راح شوف إحنا يمكن هذي كلام ما نبي نقوله إحنا عيال النهاردة وننسى الإيقاف يعني أكيد فيه تداعيات في أسباب لازم تعرفها وخل المشاهدة أيضا يعني تعرف عليها أنا أيضا ما زعلت من عملية الإيقاف الأولى لأنني عندي قناعة بأن لها مبررات ولا أسبابها إذن هي عمليتين إيقاف إيه لكن على الرغم شوف يعني كانت الأولى أيام الحراكة الشبابية وبداية الحراكة الشبابية كانت لي نفس الأسباب بخالد؟ لا لا خلن نفسه نعم لكن على الرغم من الإيقاف الأول أنا احترمتهم في الإيقاف الأول ودافعت عنهم في الإيقاف الأول وأنا آسف أني أنا قلت حاملت على نفسي من أجل زملائي وتقديرا لهم وأيضا غرت عندما كانوا المغردين يسألونه ليش وما ليش وما يصير الإنسان يتوقف في سبب رأيه رحت وقلت أنا قدمت إجازة ولست موقوفا حتى ما يقولون للناس أنه والله يعني ممكن يتكسب على عملية الإيقاف أنا شا تكسب عليه أنا ما أبي شيء عشان أتكسب أنا لا أبي ترشح ولا أبي شيء شا تكسب عليه ورغم هذا أنا قدرت في وكيل وزارتنا لشؤون الأخبار الأستاذ فيصل المتلقب أنه دعاني طلبني وقال لي يا ليت تاخذ إجازة قلت إجازة موقوف قال لا ما حجاب سيرتك بل إيقاف ولكن بس أنا عرفت أن العملية لو قلت لا ما أأخذ إجازة حيطني إجازة يا أجباري قلت له مشكوري وأنا أأخذ إجازة ومثل ما بقيتوني باتر بعد باتر بعد سنة بعد سنتين مثل ما بقيتوني ترى أنا موجود وخلص ومشكورين الحقيقة أنا قدرت هذا الاتصال وقلت أومي يبوني يوقفوني ولكن احترموني واتصلوا فيني فلذلك أنا ما أتكلم عن الأول ورغم هذا التقدير أنا رح تقرت في تويتر وقلت يا جماعة أنا ما كنت موقوف بل أنا قدمت إجازة من عملي وإن شاء الله متى ما انتهت هذه الإجازة رح أود إلى العملي هذه أعطت أيضا المسؤولين فرصة لي عادة كان أيامها أعتقد كان أيامها وزيرنا الشيخ محمد عبدالله المبارك ووكيلنا اللي هو وزيرنا الحالي الشيخ سلمان الصباح هذه أعطت المسؤولين في وزارة الإعلام أنهم يصرحون لوسائل الإعلام وقالوا في ريح مو موقوف وفي ريح هو بإجازة وبمجرد عودة من الإجازة إحنا يأتي ويداو يعني اتحاملت على نفسي وقلت أنا اللي مقدم إجازة لكن حاليا لا بد أن أكشفها نعم أنت اليوم أنا قبل قبل التوقيف في تم التصريح بهذا الأمر من قبل وزارة الإعلام حاليا لا حاليا لا ما تم تصريح هذا التصريح الأولي يمكن بعض يستقرب لأن الغرار يا شفوي ما يمكتوب يمكن الوزارة تبقى تعطي نفسها فرصة في حال تراجع المسؤولين في هذا الغرار المشكلة المشكلة يعني عندنا خاصة في الإعلام يعني أنا حاليا فتكار تقول إيه هما بيخلون المجاميع هذه المتعاونة طيب يمكن نصر العاملين في الإذاعة والتلفزيون يمكن كثير منهم وهم متعاونين منهم اللي بالصحافة منهم مؤسسات أخرى هل كلهم تتعاملون معهم بهذه الطريقة ولا بس اللي ممكن يكون عنده عند رأي مشكلة الطريقة اللي اتخذت يعني أنا بيشتغل عندك خوية عي ولا عندك اختمي بيشتغل ما أجل سألك خاصة ما تقدرين تفصليني بدون قرار مكتوب ومسبب وإلا ممكن أنت تورط النفس وأقدمني تشاك مو كيف تشاك أيضا مثل بعض بعض الأخوان يقولوا لي لا إذا كان قرار شفوا يلطيحهم وروحوا داون أنا مو إداري عشان أداون أنا إنسان قارئ نشر النشر عطوها مي أخذها من مي وانت اليوم بصفة متعاون بعد أيضا أي المتعاون في كل احنا لنتفق أن المتعاون في كل وسائل الإعلام في العالم هو بمثابة الأساسية كل وسائل وقنوات العالم تعتمد بشكل كبير على المتعاوني لأن ما في أحد يقول أنا والله بشتغل بس بقناتي اليوم متعاون بعقد ولا بدون عقد أهو شفهي شفهي إذن هذه مشكلة كبيرة أن أنت تعاونك المبدأي شفهي فأهو إذا لغى هذا التعاون ما في شيء حتى يدينه ما في إتباس رسمي صحيح هو يدينك الواقع أنا موجود إلا مو موجود صحيح تشوف إحنا هذا المشكلة إن هي مو يعني للأسف الشديد يعني المسؤولين في وزارة الإعلام ما أدري يعني وأنا آسف أني أقول أنا مو متعود أني أقول كلام يعني يمس لكن أنا قدمت رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء أسأل أنا ما قلت له يا سمو رئيس مجلس الوزراء تردني ولا تشغلوني الحمد لله رب العالمين وما في مشكلة لكن قلت له هل أنت تقبل أن يوقف إنسان بهذه الخدمة حتى لو كان مهيات خدمة إن شاء الله يومين صحيح بهذه الأسلوب بهذه الطريقة بدون قرار يعني أنت حاليا وأيضا أستغرب أنا من الزملاء الزملاء سواء مسؤول مدعيين سواء مراقب سواء مدير تحرير أنا بتسأل عليك يا أختي مي وقلت يا مي شيلي علي المفترض أنت تقول لي مفترض تقول لي أنا ما كدر شي علي أنت تبت شيل علي المسؤول أكبر مني حطني كتاب صحيح إحنا عندنا الكل سلسلة من الأوامر الشفوية أنا أذكر في حصل أيام صميت كان وزيرنا الله يذكر أبو خالد ويذكر عشان ما يقولون والله أنت تشاهد أنا شاهد وزير سابق موجود وشاهد مذيح حالي وحي موجود اسمه أحمد عبد العال اللي هو أستاذي كان أحمد عبد العال الله يذكره بالخير أوقف عن التلفزيون عذرهم معه قال يعني رجل كبير ويبين فيه وسن وإحنا نخليه بالإذاعة نعم فبيقى يشتغل في الإذاعة طيب أيضا أحمد عبد العال متعاون لأنه متقاعد نعم في ليلة من اللي كان الوزير اسمه الله يذكره بالخير في ديوانية في الإعلام ويجون بالليل ويقعدون فيها مجامي وشاف أحمد عبد العال وأحمد عبد العال وكل يعرفين ومشهور ومعروف صحيح أكيد فقال معايني الوزيرة اسميت يا أستاذ أحمد أشوف ما أشوفك بالتلفزيون عذا ما أشغل قال والله يعني ما أدري يقولوا لي كبير ويقولوا لي يعني وما أعرف أنا أشتغل في الإذاعة قال لا 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 أنا أشوفك على الشاشة نعم من هو مسؤولكم قال مسؤولنا فريح نجي أيام قبل أن تقع قال أجل قوله فريح حطك بالجد شوف أنا بيعطي على شلون تناغضات شلون طريقة العامل شلون طريقة كيف تعمل العامل صحيح قد يكون أنا ما قبلت الأستاذ أحمد عبد العالي أحمد عبد العالي أستاذي ومدربي ومسؤولي عندما كنت في بدايات عملي وله كل التقدير والاحترام ولكن أنا أعمل في أصول إدارية نعم جاني أستاذي أحمد عبد العالي أحمد عبد العالي أسرpie وقال لي يا أبو خالد ممكن تنزلني في الجدول كقارئ للتلفزيون نشراتي أنا البارح شفت قص لي القص شفت الوزير وقال لي قل له فريح نزلك قلت يا أستاذ أحمد أنت على رأسي ولو بيدي أنا أردك بدون الوزير أسميت بس القضاء القضايا تحتاج إلى أصول من ضمن هذه الأصول أن يأتيني كتاب رسمي بإعادتك للتلفزيون وبالتالي أنا أضعك في الجدو أذكره لازم أزلت يقول لي ليش يعني أنا يعني كبير بس سن كأن يقول لي لم أصدقك لا أنا مصدقك أعرف بس أنا أعرف شغل ربعنا أنا هذا الشغل ما أشتغل فيه لا يحاججونك أنت بعدين ما أشتغل فيه أنا أشتغل في كتاب راح للوكي اتصل فيه الوكيل قال لي الوكيل هذا قصة يعني صد جاني شهدها موجودة الوكيل موجود وأحمد عبد العال موجود ومعالي الوزير السابق سمية أبو خالد موجود اتصل فيه الوكيل وقال لي فريح ليش ما ترده أحمد عبد العالي أنا كنت قاعد عند الوزير يوم يقول له قلته أنا مو مكذب أحمد عبد العالي يعني أنت عند الوزير قال نعم طيب أنت أجيب الكتاب مو لازم الوزير ما أبي الوزير أنت مو وكيل أنت أجيب الكتاب يعاد أحمد عبد العالي نشر على حسب الأصول الإدارية شنو الصعوبة في الموضوع ما أدري يعني غريبة عجيبة يعني نعم شوف تدري ش قال لي موجود أيضا وذي بيجي يا قاعديني الوكيل نعم قال لي أنت مو محتاج موذيعين وأنت صادعنا دائما تقول نبي موذيعين للأخبار قلت نعم وقال ليش ما ترده أحمد هذا أنت أخذت الشغلة ثانية أنت تابع حسب طلبي يختلف وحسب طلبكم يختلف أنتم طلبتوا قدموا لك كتاب أنا أطلب أقدم لكم كتاب في شغلة ثانية تابعي أنا الحين أكتب لك كتاب أني محتاج موذيعين بس ترى كان يومها موقفين أمل عبد الله تعرفونها كلكم نعم أستاذ قديره وموقفين محمد الراشد الله يرحمه رحمه وموقفين محمد انطوّ وموقفين يوسف حسين الله يرحمه وموقفين جاسم الغريب كثير الناس موقفينه في حجة شنون احنا ما نبي متقاعدين حلو؟ وللأسف أنا أقولها أيضاً هذه السير للأول مرة ووقف الجميع لأنهم كانوا لحظتها زعلانين على يوسف حسين ما يبقى الله يرحمه ما يبقى يوسف حسين لا افتكروا شوف الخربطة بالإعلام والضياع افتكروا أن يوسف حسين متقاعد وأصدروا هذا قرارهم قرارهم شفوا ما نبي المتقاعدين هل نبي ناس عاملين عندنا اطلعوا كلهم والله يوسف حسين الله يرحمه شاف نفسه موجود بالجدول جاء قال ليش أنا مشغول من الجدول قالوا والله هذا قرار كل المتقاعدين احنا شلناهم متقاعد كل المتقاعدين انا شلناهم من الجدول ما يبقى المتقاعدين قالوا بس أنا مو متقاعد أنا عامل موجود شوفي وزارة ومسؤولين بسلسلة مسؤولين لا يعرفون من هو المتقاعد ومن هو العامل واستدموا بأن يوسف حسين موجود وعادي يوسف حسين رغما عنهم وبعد فترة بدأوا رجعهم قلت يا سيد الوكيل تابيني أكتب لك كتاب رح أكتب لك كتاب بس أكتب لك أرجو إعادة أمل عبدالله جاسم الغريب أحمد بن طوّق الجميع أحمد الراشد قل زملائي اللي أنتم شلتوهم ومعهم أحمد عبدالعال يأيدون ومعهم أحمد عبدالعال عراسي تقبل تقول لا بس سادة طريقة الوزير ما يبجي قلت الوزير ما يبجي يجيب الكتاب ولليوم ما جابوا كتاب وزارة والإدارة يكون فيها هذا التخبط والإدارة والإدارة اللي أنا فيها كنت نائب مدير لها ومجد الشطي كان مديرها تم تفليشها وتحولنا إلى مستشارين حولت إلى مستشار طلبت التقاط هذا اللي قاعد سي الإنسان ما يزعل إذن هو ليس إيقاف طلب منك أنت لا شنو يطلب مني أنا شو أنك أنت خلاص بيتركهم أنا بيتركهم أنا التقاعد لا التقاعد التقاعد أنا تقاعد لكن أنا أزعل اللي قلت أنا أزعل أنا ما أزعل ولله لو قايل لي اللي ألو تعب إحنا معنى بك حلو ما في أشي ما تبيني مجاب إحنا ما نتلقى معك لك آراء لك طريقة لك سلوب لك ما وإحنا وإنت ما أنت رسمي عندنا لكن شكرا لك إحنا كنا بأدف على ذلك إحنا كنا نتوقع أنك إحنا في يوم الأيام أنك إنت تكرمنا وتقدرنا اتصل أنا كنت أتفحص طالعا جروب الزملاء عندنا جروب حطت لهم في الواتساب يعني ما بين فترة وفترة طالعا أنا لم أشتركوا معاهم طالع أو لا في من ضمن الرسائل بيان جدوى الجديد وطلعوا عليه جدوى المعدل طلعت أي جدوى الجديد ما نقيت اسم قمت تصلت على هذا هو التكريم يعني ولكن بدون هذا التكريم تصلت على المسؤول المدين يا محمد يا أخي ما لي التلفزيون أنا باتر عندي نشر مفرور الجديد وقديم وما لي قال الوكيل الفيصل المتلق مبرى وقال لم أأجي وما أدري عن شي وبعدها قلت تتصل باتر قلت لا عموما مشكورين لو كان هناك تقول لي شنو السبب لو كان هناك من سبب أنا أقول لك أقدرك حتى لو ما في سبب يمكن تقول ما أنا بيك يا أخي هوب خالد تحججت وزارة العلام أن السبب يمكن يرجع إلى ضخ دماء جديدة شبابية في وزارة العلام بشكل رسمي الغريب أنه اسمك الوحيد اللي إن شاء الله من بين كل الأسام لا 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 هذا الكلام يقولون أوكي ما في مشكلة أنا أقول لو يقول إحنا ما نبيك أو نبي دماء جديدة ما عندي مشكلة يعني ما في مشكلة بس المشكلة أنك أنت توقفني وبدون إعلامي وبدون الأسباب مزين وزير الإعلام قبل كم يوم أنا التقيت معه قبل هذا قبل الإيقاف عمومني قبل عند إبديوانية سموه الشيخ سالم العلي طلعه تبعته عند الباب وسكت يقلت أبو الصباح العاملين في وزارة الإعلام من شهر أربعة لم يدفع لهم مكافآتهم وهذه عمرها ما صارت في وزارة الإعلام ولا عمرها تصير بأي مؤسسة من شهر أربعة وحنا اليوم في شهر ثمانية ثمانية مو معقولة هذه قضية صعبة كبيرة يا أبو صباح قال لي ثلاث كلمات مشكور وراح أشوف الموضوع ويمكن فيه أمور فنية قلت لك مشكور راح بعد فترة ما سوو شي نعم غرت في تويتر بأن وضع الإعلام ووضع العاملين والمكافآت وهذا هم هم المسؤولين المباشرين يعني هم 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 محصنين عن نقد أنت قاعد تسأل عن حقك نحن نسأل عن حق عاملين في وزارة الإعلام وأنا واحد منهم نعم يعني أهم أنا أنا ممت بالي عليهم من برد أنا عامل معهم نعم وقلت لها الوزير قلت لها قلت لها إذا أنا عن نفسي ترى أنا يومها كنت بإجازة قلت لها أنا عن نفسي أنا بإجازة وقلت لها زمالة أنا ما رأحرد بدون ما يكون في مقابل ما رأحرد نعم بل عمل وزير الإعلام أعلن قبل كم يوم قال أنا لا أعلم وسأشكل أو قال شكلت أو سأشكل لجنة لمعرفة الأسباب إحنا في انتظى لجنة معالي الوزير ليعرف الأسباب وشين هي الأسباب يعني أنا ما عندي مشكلة أنك أنت تقول لي ميزانية ما في مهم أنا مو كبير على الإيقاف ولا على الإقالة ولا عدم قبولك فيني كمؤسسة تلفزيون وإذاعة الكويت لكن أنا إنسان على الأقل أنت تحترم مو أنا وقلتها أيضا أنا في تغريداتي على الأقل أنت ما تحترمني احترم المؤسسة التي أنت تشتغل فيها أحترم مؤسسة الإعلام وتلفزيون هذه وزارة ما هي عزبة إذا كان وقلتها إذا كانت الوزارة عزبة لمعالي الوزير ووكيل الوزارة أقول أيضا الناس يعني للأسف بكل ألم أقولها يعني أحسن أحسن وإنه أنا أنتقدك تتحمل إحنا الليلاء لا تنتقد من هو محصن في دستورنا أنا أقول أنت مو حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ولا أنت سمو ولي العاد أنت وزير مكلف تعمل ومنت محصن أنا نقضي السؤال وإذن أنا ما أنتقد أنا طالبت طيب أبو خالد الحين سبب اللخبطة حسب يعني تعبيرك والتخبط والبقاء على ركام الماضي اللي يعني قاعد تمشي عليه سفينة وزارة الإعلام اليوم شنو هو ولكن بعد الفاصل فاصل راجعي عود لكم مشاهدين من جديد ومع ضيفنا بالاستيديو الإعلامي والمذيع القدير فريح العنزي أبو خالد كان السؤال قبل الفاصل سبب التخبط الحاصل في وزارة الإعلام وهي مؤسسة عريقة وكانت سابقة المؤسسات اللي مثلها بدول الخليج كلها طبعا البريقراطية لها دور يعني عشان احنا ايضا ما نظلم الجيل الحالي والمسؤولين الحاليين هي فعلا في تخبط ولكنها من سنوات طويل ملو في حاليا يتحدثون عن لو وزارة الإعلام تحال إلى مؤسسة أنا الناس من الناس هذه من سنوات وقلت رأي فيها قلت كونها تابعة للحكومة سواء سويتها مؤسسة سويتها شركة سويتها اللي تسويها هي هي يعني شنو شنو بس بلال وزارة الإعلام إلى مؤسسة هذه الطريقة كانت نافعة لو كانت قبل يعني العلم هذا المشروع موجود في السبعينات عندما كانت إذاعة الكويت وتلفزيون الكويت في المقدمة في الوطن العربي كله وهو أيضا تحت جناح وزارة الإعلام كان في المقدمة ونحن نعرف كيف نحن في المقدمة والله من كثر الرسائل اللي تأتينا من كل أنحاء الوطن العربي يبين لنا بأن موقعنا ومكاننا في الإعلام العربي صحيح أيام السبعينات كان في مشروع وطلب لتحويل وزارة الإعلام إلى مؤسسة تتبع لمجلس الوزراء ما يكون ما يكون لها وزير ويكون لها رئيس مجلس إدارة هذا المشروع نافع ومجدي في السبعينات عندما كنا في المقدمة وأيضا نطلع في المقدمة أيضا في تحويلنا إلى مؤسسة طيب الآن شو المشروع الناجح اليوم حتى هذه المؤسسة خلاص فات وقتها انتهى ما في مجال المشروع الوحيد في رأيه طبعا اللي ينفع أن تلغى وزارة الإعلام كاملة وتتحول إلى مجموعة من المؤسسات الخاصة إذا كان للحكومة تبي أن يكون لها دور ورأي في هذه المؤسسات فلتساهم فيها من خلال الهيئة العامة للاستثمار طيب الحكومة ما لحقي كلها جهاز إعلامي خاص فيها كل دول العالم لا يوجد لهم أجهزة خاصة له ما عدا العالم الثالث والعالم العربي من العالم الثالث هذه الطريقة عفا عليها الزمن انتحت أنا أساهم في عالم اليوم أساهم في الوطن أساهم في الرأي أخلق مؤسسات ثانية وأساهم فيها مساهمة فعالة من خلال مثل ما قلت لك من خلال هيئة الاستثمار نعم وبالتالي يكون لك أعضاء في مجلس إدارة هذه المؤسسة وبالتالي أيضا يكون لسياساتك ورؤيتك دور في هذه المؤسسة وهنا حتى الحكومة يطلع المسؤولية تخف عليها صحيح تكون أجهزة حاليا طيب شنو ضرتنا المؤسسات الإعلامية الموجودة الخاصة هنا بالعكس أيضا رفعت من اسم الكويت وأن في هناك قطاعات خاصة بغض النظر أفرط عملية التنافس بغض النظر ولنتجاوز بعض المؤسسات الخاصة اللي أنشأت لأهداف معينة وبدعم معين هذه التركة هذه أنا ما أسميها مؤسسات هذه ظواهر وستنتهي ما بيسمي لكن مؤسسات محترمة إذن ستكون واجهة إعلامية حضارية للكويت وما يقولون حكومة الكويت وحكومة الكويت يكون لها رأي من خلال أعضاء مجالس إداراتها في هذه المؤسسات غير هذا الكلام ما يمكن يمشي لا الوزير على فكرة الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح كان وزير للإعلام ويمكن حاليا يسمعني وأنا أقولها الأول مرة كان وزيرنا وزير الإعلام والإنسان والرجل أتى مندفعا في دماء شاب نعم واجتماعات وروح وتعال وكيف تطوير الإعلام ولا لا 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 رسخت في ذهنه محطة إخبارية كويتية هذه أيضا مشروع المحطة الإخبارية الكويتية موجودة من أيام الشيخ السعود الناصر الصباح الله يرحمه كان يقول الإعلام هو الأخبار والباجي تزيين فليش ما نسوي قناة إخبارية ومحمد القحطاني زميلنا وأستاذنا وكان وكيلنا المساعد لشؤون الأخبار أيام الشيخ السعود وأيام أيضا الشيخ أحمد الفهد محمد القحطاني هو العالم في هذا الأمر وهو من العاملين على إنشاء محطة إخبارية كويتية ما مشت أيام الشيخ سعود الله يرحمه لا في ظروف في مشاكل في عقبات جاء الشيخ أحمد الفهد مندفع وقال هذا الكلام وأنا أذكر أنا كنت يومها في قطر في تلفزيون الخليج التبادل الإخباري في تلفزيون الدول الخليج وقرأنا كلنا تصريح للشيخ أحمد الفهد والأحمد الفهد موجود حيين يرسق والله يعطي طولة العمر نعم قال إحنا ذيك الفترة يمكن بشهر سبعة أو شهر ثمانية قال في ذيك الفترة ستنطلق القناة الإخبارية الكويتية في شهر أكتوبر القادم أكتوبر القادم نعم ما أدري إحنا كم صارنا سنة بعد كان طموحة جدا عالية نعم كان خمس ست سنين سبع سنين أيام الشيخ أحمد الفهد كنت يومها في قطر فعملوا معا اللقاء صحفي وجابوا لي هذا السؤال عن الشيخ أحمد الفهد يقول قناة الإخبارية ونبارر كلكم في هذه القناة الإخبارية اللي راح تنشأ ويبدأ بثها بشهر أكتوبر القادم وما هي خطة هذه أعساس أنها مذيع نعم وما هي خطة برأيك هل تعرف عن خطة هذه القناة الإخبارية قلت كل التقدير والإحترام للشيخ أحمد الفهد ولعطاء الشيخ أحمد الفهد ولشخصية أحمد الفهد ولطموح الشيخ أحمد الفهد بس أنا من هذا غلى هذا اللقاء أقول لن يكون هناك قناة إخبارية كويتية بالمطلق نعم أفا ليش؟ يزعلوا علي بعض الزملاء يعني الشيخ أحمد ما يبي يسوي قناة شو الكلام؟ قلت لا يبي يسوي قناة وجاد الرجل لكن هذه القناة تحتاج إلى 24 ساعة اتحشيها بمواد ما تصير مو بس أخبار القضية هذه المواد اللي تحشيها خلال 24 ساعة وبشكل يومي من يستطيع تحملها سياسيا في الحكومة ما حدا يقدر تحملها ولليوم ما صارت طيب بهالحالة ليش الحكومة الله يجزاهم خير ما يفكون عمرهم ومسؤوليتهم ويحطونها مؤسسات خاصة ويساهمون فيها وعندنا نموذج هل أساءت القنوات الأساسية ما بيقول القنوات نفسه هل أساءت القنوات الخاصة الكويتية المشهورة نعم لدولة الكويت بشيء بالعكس أنا أرى بأنها واجهة حضارية إعلامية للكويت والمفترض أنها تستغلها حكومة الكويت وتلغي هذه الوزارة وترفض هذه القنوات بقنوات جديدة مدعومة ماليا من حكومة الكويت طيب أمام القنوات الخاصة لو الحكومة بدأت بشراء نسب مؤثرة في هذه القنوات لا ترى أنها ستسيطر أيضا على رأي العام المقابل في النهاية هذه القنوات لها وجهة نظر إذا حكومة اشترت أربعين أو خمسين بالمئة ستسيطر على رأيها لا لا يجب أن يكون حاليا أنا لا أعرف بالاقتصاد بس أنا اللي أعرف أن حاليا أن يحق لهيئة الاستثمار أنا أشتغل هيئة الاستثمار أنا لا أشتغل في سياسة يحق لها أن تساهم بما لا يزيد عن 26% أعتقد أعتقد نعم أنا هذه النسبة إن شاء الله الحكومة ترفض فيها كل القنوات الخاصة الموجودة نسبة لا تؤثر تشوفها زينة يعني تعطي حرية تعطي رؤية تعطي الحكومة فرصة لإعطاء رؤيتها بدون لا تكون مسيطرة نعم ما فيها شي إن شاء الله تستطيع على كل القنوات طب وخالد في من يقول أن الإعلامي أكيد لكبير حضرتك فريح العنزي شاكس وزارة الإعلام وتعدى الخط الأحمر في مشاركات الأخيرة في مسيرات كرامة وطن يمكن لهذه الأسباب واتخذ غرار الإقالة لا لا مسيرة كرامة وطن راحت ولا العلم يعني ولا العلم وأنا قلتها أيضا يعني أنا يمكن شاركت مرة شاركت مرة بعد ما لم أشارك وقلتها أيضا في تصريحاتي بأنني لم أشارك في يوم من الأيام ولم أحضر أيضا ندوات ولكن الإنسان عنده رؤيته الإعلام لا تتملكني ولا حكومة تتملكني نعم أنا وكنت أقوله زين إحنا متفقين اتفقنا من من أكثر من سبعة أو ثمانة سنين كانت تأتي برامج سياسية الحقيقة أنا ما أرتاح لها ما أشوف حالي فيها لي رؤية فعندما أجيك أقولك يا ابن الحلل بدل ما تجيب علي جيب ويا مي تجيب مؤيد جيب معار أنت تبي أحد يشاهدك ولا بس تبي تعطي رؤيتك ترى رؤيتك الحين حاليا معروفين على مستوى الكويت كلهم الناس المؤيدين أربعة خمسة ستة هذولا خلاص صاروا مقررين على تلفزيون الكويت خلاص الناس عرفتهم لا بد أن تكون إعلام ذكي يعني نوع أنت عشان تبي المشاهد ولا أنت تبي تحط لك برنامج ما أحد تشوفه مو مهم عندك أحد تشوفه لا بالعكس أنا مفروض أنه مهم جدا أنه يشوفون برنامجي وأختار البرنامج الوقت المناسب المشاهد هذا هو الإعلام صحيح وأجيب إنسان آخر وأجيب مقابله لكن أنك أنت تجيب اثنين مؤيدين هذا ما يصير قلت يا جماعة أنا تسمحوا لي ما أقدر أقدم هذا أو شغلة ثانية أني أنا أكون طريق على أقل أمثل الرأي الآخر مو شرط أمثل الرأي الآخر مو شرط يعني أنا سألتك سؤال سألتك سؤال أنت ممكن وخرت عن هذا عن الإجابة أنت ما عيلت أنت ما جاوبت أنت من حقي أني أنا أسألك أستفسر أو تخلوني حرين قالوا لا هذه الأسئلة هو يعني الرجال ما هذا التقييد تفرض يعني الأسئلة قلت إذن أنا أنا تعذروني ما أقدم هذا البرامج تزعلون أنا بطلع أنا أصلاً قارئ للنشرة في الإذاعة والتلفزيون تخلوني قارئ نشرة وبعيد عن البرامج ما عندي مشكلة وقارئ النشرة هذه تقول أخبار للحكومة وأخبار هذا زين ولا شيء يقنعني ما يقنعني هذا أهم اللي يقولونه وناقل الكفر ليس بكافر أنا أقول هذا أما برامج لا لأن برامج لا بد أن يكون هناك رأي لا بد على القل لي سؤال ما يصير وقبل بهذا الموضوع ومن ذي كسنين وأنا لم أقدم برامج هذه البرامج أقدم طيب ليش أنت رضيت في تلك السنوات وزعلت في هذه أنا ما سويت شيء الحين أما رأيي أني أنا والله مع الحراك أو مو مع الحراك أنا إنسان كويتي ولحقي في إبداء رأيي أنت لك علي أن أعمل عندك وأنفذ ما تطلب مني من عمل ما لشغل أرأي في عملك عندك أنا عامل وأنفذ أخرج من عندك أنا إنسان ولي رأي ما تحكي من أهلي طيب أبو خالد أبي أسألك الحين عن دور وزارة الإعلام من خلال جهازها الإعلامي وموقع هذا الجهاز بالنسبة لبقية الأجهزة المماثلة في الخليج لا 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 ما بيأتكلم لا 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 ما بيأتكلم على الوطار أنا ما أبي الجهاز شوف الجهاز أنا أحترمه وأحترم العاملين فيه ولهم كل التقدير لا لا مش تقيم العاملين لا أنا أبي أطيلها مقدمة أنا أطيلها مقدمة حسنا عشان ما يفهموني وأيضا للعلم دعم فيه من الكفاءات سواء متعاونة أو عاملة رسميا قطاعاتكم الخاصة تلفزيوناتكم الخاصة أنا أقول ومتأكد بأنها لولا المساعدة من تلفزيون الكويت وأجهزة تلفزيون الكويت وأرشيف تلفزيون الكويت والعاملين في تلفزيون الكويت من معدين ومخرجين وفنيين ومسؤولين صحيح لما قامت هذه المحطات الخاصة ولا أحد ينكر أبدا طالما إنه ما أحد ينكر إذن الكفاءة الكويتية موجودة في تلفزيون الكويت وإذاعة الكويت المشكلة في القائمين على التلفزيون والإذاعة وليس في عشان أفصل ما بينهم أن هذه القنوات اللي اليوم هم حاليا كذا فترة يقولون استبيان يقولون والله في الاستبيان المدري شنو طلع تلفزيون الكويت الأول المشاهد على تلفزيونات المنطقة أو تلفزيونات المحلية يقولون يا جماعة أنا بتلفزيون الكويت أنا عامل بتلفزيون الكويت لا أشاهد تلفزيون الكويت فكيف بالآخرين تلفزيون الكويت غير مشاهد اليوم ما احترامي للكفاءات الكبيرة العاملة فيه وفي إذاعة تلفزيون الكويت ومع قولنا اللي قلنا إن القنوات الفضائية الكويتية الخاصة قامت في نسبة كبيرة منها على سواعد الكفاءات الكويتية اللي أخرجها تلفزيون الكويت هذه واحدة لكن هذه القنوات الخاصة الوليدة الصغيرة كلها تطورت على تلفزيون الكويت وسبب البريقراطية اللي تعملها لا ناقصهم فلوس شنو الخلل لتلفزيون الكويت لو قلنا احنا ميزانية الكويت ولو أني أنا لست مطلعاً كثيراً لطلعك كان أيامي ومكنت في الإعلام أنا بقولها وتحداهم إن ميزانية الكويت تلفزيون الكويت السنوية تعادل ميزانيات جميع القنوات التلفزيونية الكويتية المحلية كلها فقط تلفزيون الكويت فحق سلم وللأسف هذا اللي هو يصير في تلفزيون الكويت هما غالبية المسؤولين للأسف الشديد هما مو علاميين وبالتالي هو جاي إداري جاي من برة في كثير منهم يفتكر إن الشخصية وفرض الإرادة والاحترام تبدأ بالتكويش على الإدارات الأخرى العاملة في الوزارة من خلال زرع النميمة والأشخاص لو هذا الإنسان يعتقد بأن هذه الطريقة هي طريقة العاجز صاحب الشخصية الضعيفة الإنسان اللي ما بيقول عنه كلام أكثر من الشكل تفرض شخصيتك بعطائك وعملك وتواضعك وتعاملك مع العاملين معك نعم اليوم لما يتكلمون عن ضخ دماء جديدة في تلفزيون الكويت من شباب أكيد شباب الكويت هالشباب مو لازم يتعلمون من إيدكم أنتو اللي صنعتوا الإعلام لكويت يعني أحنا في قرار أعتقد بالخلمة المدنية يعني عشان ما يقولون يعني يقولوا والله مثلا والله هذا الكبار خدموا كثير وأنه نشيلهم طيب فيه أكبار صارهم خمسي سنة ما يصير لازم يكون قانون صحيح ما تبقى على شخص وشخص فيه إنسان متقاعد يا ابن حلال أنت تجيبه من تقاعده من عمله وتجيبه وتحطه مسؤول ما يصير هذا إنسان تقاعد أنت تبقى هذا الإنسان عقلية عنده قدرة سواء كان إذا كان في الأمن عنده قدرة أمنية فكر إعلامي خبرة إعلامية في الإعلام في التربية في الشؤون في العدل أنت ممكن تستفيد منه كمستشار بس تأتي فيه هذا الإنسان الكبير وتضعه وكي هذه جريمة هذه صاحب السمو والله حفظه دائما وفي كل خطباته يتكلم عن الشباب ودورهم وعطاهم المسؤولية لبناء الكويت المستقبل إحنا قاعد نشوف قطاعات الحكومة والمؤسسات الحكومية آخر همها الشاب الكويتي أنت مثل ما قلت عطوا فرصة في قانون اللي قلت أنا نسيته من الخدمة المدنية إذا كان المؤسسة تعتبر أن هذا الإنسان عقبه في طريق التطور التطوير ممكن تقاعده حتى لو لم يكمل مدته عندهم إلى مدى خمس سنوات يعطون هي تكريم لتكميل خدمته لماذا الأعلام ما يعملونها الكفاءات الكويتية على فكرة الكفاءات الكويتية كان أيامنا هذا كل الكلام قبل الغزو كل قبل الغزو بعد الغزو شيء آخر 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 جداً كنا نفتكر أننا تعلمنا زدنا سوء أنا قاعد أتكلم قبل الغزو كان دائماً أنا جيت من خلال دورة إعلامية في إذاعة دورة الكويت صحيح وكان في دورات إذاعية في دورات تلفزيونية وإذا تخرجت أنت أيضاً من دورتك في دورات تطويرية أكثر تروح رحت لأمان رحت لسوريا ورح نروح لكل مكان صحيح دورات تقدمية أو تطويرية لتطوير ذاتك غالبية الموجودين حالياً سواء العاملين من معدين ومن فنيين ومن مذيعين غالبيتهم لم يدخل دورة يا ابن حلال يجي ممكن يشتغل معاك فترة يمارس معاك وبعدين قال يالله سووا الامتحان إيه لا لا ممتاز ممتاز وبعدين أنت تطور نفسك طورت نفسك قال ورسالة ما طورت نفسك ما تشهر شرع لأن غالبيتهم اللي ما طور نفسهم ما يسحرون راحوا نتاو مو ذنبهم ذنب أنت ما طورت يفترض أن يكون فيه دورة عملية تأثير أنت ممكن ما تبيني ممكن تقول والله إذا عنده زاوية معينة من الخبرات اللي هو ممكن ناجح فيها وجيد فيها خلنا نستفيد منه زينا حالياً المستشارين الموجودين ليش ما يحد يسأل أنا ما أنا ما يصير مستشار إعلامي هو ما يعرف العلام شي إذا كانوا يبون يقدرون الكويتيين زينا عندهم ماجد الشهطي أحمد عبد العال كبار الإعلامي أحمد القاحطاني مباركة العمير محمد المطاع ما كثير يعني مو شرطة شغلة نعم أخذ مئة ما تستفيد منه زين بو خالد بو خالد ليش ما تلجأ إلى وزارة الشباب وتمسك لك منصب هناك طالما أن وزير الشباب قاعد يجمع المتقاعدين الشباب ويعطيهم مناصب قيادية في الوزارة لا أنا قلتك أنا يعني يمكن مشاكس هذا ربع أنا مألومة وزير الإعلام مألومة نعم أي الحكومة المؤسسات الحكومية أي تشتغل كذلك قبل فترة كانوا يتكلمون عن الوزيرة ذكرى رشيدي نعم ليش ذكرى رشيدي حتى تشغلت اختها ب1250 دينار صحيح وشغلت مدري من شغلت كتب التغريد قلت ذكرى رشيدي تجاوزت وأخطأت ويجب محاسبتها نعم هذه وحد الشغلة الثانية قلت ذكرى رشيدي لم تتجاوز خدمتها السنة ولكنها امرأة ذكية عرفت كيف تسير الأمور في مؤسسات الدولة واستغلت كيف تسير أمور هذه الأمور صحيح هي مواقفة على ذكرى هذه أمور الدولة كلها تشري لا بد نحتاج لعملية إصلاح إيه وإذا كانت شغلت خواتها وإخوانها ترى يا جماعة كل رواتب وإخوانه وخوات ذكرى ما يساوون راتب مستشار بمكتب وزير ميتين وثلاثمائة واربعمائة مسكينة ما صوت شي يعني شنو بعدين هي مادة لازم تلغى من قانون ديوان الخدمة المدنية منصادها عشي عيالة هذا إذا لغينا المادة هذه أمور أصبح الوزير وهو اللي يدير الوزارة تخربطت الأمور صار الوزير عندما يأتي شيل مدير المكتب ويحط رفيجة صحيح هو موتر على وزير الإعلام عشان ما أظلم هذه الدولة السيستم اللي ماشي السيستم ماشي يعني ما يعني يمكن لو بيصلح يمكن يفنشونه بعد يقول لا انت خربت السيستم علينا ما أنا مالهمة طاقم الإدارة كل يلعين الوكيل يحاول بقدر الإمكان له معين قبل سنة حاول بقدر الإمكاني حارب عندنا يشيله يجيب وزير يجيب وكيل ثاني ويجيب وكلاء ثاني طيب إذا تغير الوزير الوزير الجديد ثاني بلش فيهم تورط فيهم الكويت مؤسسات الحكومة أصبحت تعب من الوكيلاء المساعدين كل مؤسسات دولة ووكيلة مساعدين وكيلة مساعدة قادمة وكيلة مساعدة جاي هذا الموجود ما هو على وزارة الإعلام إيه هي الحقيقة المؤسسات مؤسسات الحكومة تحتاج إلى نقلة معينة تحتاج إلى نفضة معينة إلى ثورة إصلاحية صحيحة يقودها ناس يعني يعني عندما عندما تحدث حضرة صاحب السمو الأمير حفظها الله وقال في يوم الأيام أنا أذكره وأنا موجود أذكر هذا التصريح قال بلدية الكويت فسادها ما يشي لبعارين كلكم تذكره صحيح عندما يقول هذا الكلام مسؤول كبير في الدولة واليوم أصبح أميرا للبلاد الله حفظه معناته أنه وهو عارف أن هناك فساد كبير في أجهز الدولة ويحتاج إلى مساعدة يحتاج إلى الناس تساعد الأمير وتساعد رئيس الوزراء وتساعد المسؤولين اللي يبوني لإصلاح لكن أنت وأنا وإيه اثنين ثلاثة عشر ما يمكن يصلح وأنا والله عندي يقين إنه لو يأتي وزير يصلح بشيرون رحشين بخالد كلمة أخيرة كلمة أخيرة طبعا عشان ما أنسى ذكر شكركم الله اللي خليتوني أفضفط عما في نفسي هذا برنامج برنامج يكون قناة قناتك يا مخالد صرت حلقة الوصل ما بيني وبين المشاهدين طولا أتمنى أني ما نرفزت بشي معين أنا من طبيعتي لا ما أحب أزعل أحد ومن طبيعتي هادي ووزارة الإعلام بكل مسؤولية اللي راح واللي واللي موجودين لا أذكر أن أزعلت إنسانا واحدا على طول هالثلاثين عام اللي اشتغلت فيها في الإعلام وأتمنى أني ما أزعلتهم أتمنى أنهم يقدرون الوضع وأنني أنا أتحدث إن شاء الله يتقبل أرهيك ونقدك برحابة صدر مو حرقتي مو حرق فيني على شيء لنفسي لا والله أنا أصلا أنا كنت أفكر وأقسم بالله قبلها بعشر دقائي قبل لا أعرف عن توقيفي كنت أفكر وعندي أولادي وأولادي أخوي وهل نقلت أنا أفكر أني أنا أرتاح أبي أشوف حيالي وأبي أروح وسافر ربعي يجوني يعني يحروني والله إحنا راح إنه بروح إذا كان وقت بر وإذا كان سافر وأنا بروح وأنا ما أقدر أنت ما عشت حياة التقاعد بخالد حياة التقاعد ما عشتها ما عشتها لا طبعا ما عشتها وأنا والله أبي أترككم والحمد لله العيالي يشتغلون وأهلي يشتغلون الحمد لله وأنا عندي راتبية التقاعد ونحمد الله يعني ما نتمنى من الله سبحانه وتعالى إلا أن يديم علينا الأمن والاستقرار ويحفظ بلدنا ويحفظ أميرنا وسموه ولي عهد ويحفظ إسرتنا ويشتغلون للكويت المسؤولين بإخلاص أتمنى أني ما أزألت أحد وقضيك إيقافي ترى والله مهمتني وما فكرت فيها ولو أنتم أوقفتوا ما أوقفتوني ويذكرها منهم محمد الخشمان كل يوم كل بعد أني أقول له والله بنشره ولا غيره ولا بروح والله يا محمد أنا والله زهقان ممكن ما أدري بلحظة أني أنا أطلع أصلا إن ما طلعتوني اليوم أنا راح أطلع باتر فأنا مو مضايق من اللقاء بس أنا مضايق من الطريقة فقط ويمكن اليوم لو يقولوا لي تعالي يمكن أقول لهم ما ما يجي صحيح هنا نشكرك بخالد ونشكر جرأتك بعد يعني في هذا اللقاء ونتمنى الإيد وحدة تكون في تصحيح أو تعديل كل ما تشكو منه أكيد وزارات الدولة ككل مش بس وزارة الإعلام يعطيك العفوة وزارة الإعلام وزارة الإعلام هي جزء من الكل صحيح إن تعدل الكل هي تتعدل غصبا إن شاء الله إن شاء الله رأيك يكون واصل وما أحد يزعل منك ويتقبلون برحابة صدر ويعيدون النظر في قرارهم وفي من خدم هذا البلد من أكثر من موقع خاصة في فترة الغزو وهذه الفترة تشهد لك يا أبو خالد الإعلامي الأستاذ والزميل أيضا القدير في ريح لنزي يعطيك العفوة يا أبو خالد وشكرا لك نشكر نشكرين إذن ناخذ هذا الفاصل ونرجع